طيب يعني هي لو على الجواز اه مطلوب انها جواز تكون اكبر بس ان احنا نبدأ فكرة ان احنا نبدأ نأسس بطولة جديدة بفكر جديد في فترة فيها توقف ده شيء ايجابي جدا يتم تسويقه بحيث يحقق عوايد تكفل جواز كبيرة ده مطلوب بس قبل كمان هذه البطولة الجديدة مطلوب اعادة النظر في جواز الدوري جواز الدوري الممتاز اللي انت بتلعب سيزون كامل 34 مباراة في الاخر بتاخد لقب شرفي ده كلام ما ينفعش في وجود ربطة محترفة فنتمنى انه يعاد النظر في تحديد وتقدير جواز كبيرة تليق بالدوري المصري وعرقته وتريبه مسابقة كاس مصر اقدم الانسباقات اللي موجودة ثم كأس الربطة كوليد جديد هقول لحضراتكم فيه افكار كتير بالنسبة لجواز الدوري الممتاز انت الرجل بتسوق بتاخد نسبة بتوزع جزء منه على الاتحاد وبتوزع جزء منه على المناطق وبتاخد جزء للربطة وبتدي الجزء الاكبر للاندية يوازو على بعض ما تعمل ان شاء الله واحد في المية من الحاجات دي ولا اتنين في المية وتخصصوا من انه بقى فيه جايزة مالية محترمة للمسابقة الدوري عندك مسابقة قوية جيدة خلي الراعي يعني انت الراعي اللي بتفعله 200 مليون ولا بتاع لو دفع 10 مليون جنيه جواز لازيل بطولة بحيث ان انت تدي لا عشرين مليون تدي عشرة للاول وتدي خمسة للتاني وتوزع الخمسة التانيين على بقية المراكز يبقى كده انت عامل مسابقة لا تقدر الاندية تشعر انها بتلعب وبتاخد من عرقها برضو طيب القرعة اللي حضراتكم شايفين جوانب منها اللي اجريت النهاردة وزعته 18 نادي على 3 مجموعات بالقرعة كانت في المجموعة الاولى الاهل اللاعب جي في المجموعة التانية معاه المقاولين والبنك الاهلي والجونة واسموحة والاسماعيلي افتكروهم المقاولين والاسماعيلي والبنك والجونة واسموحة دي مجموعة الاهلي المجموعة الاولى فيها بيرامدز والاتحاد والمقاصة واسترن كامباني والمصري وفيوتشار دي مجموعة بيرامدز المجموعة التالتة فيها الزمالك وإنبي وطلاع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كلوباترا وفاركو عندك تعليق على الأوراق؟ عندك تعليق بس على موقف أنت ختم الأول والثاني والثالث هم تطم على رؤوس مجموعات طيب إفريقيا أنت اعتبرت أن التالت هو بيرامد نظرا لأن كان فيه توقيت معين لجي يتبيع بيل بوطولة لو تأخر يوم كان سموحه هو اللي بقى التالت فأنت التالت بتاع الدوري حقيقة الأمر مين؟ يعني الترتيب أخر السنة كان مين؟ أول تاني تالت مين؟ سموحة سموحة طيب أنت اعتدت فيوتشر على رأس مجموعة بناء على الترتيب الإفريقي ولا ترتيب يعني إزاي؟ وبعدين أنا كان رأي أنت الأول الزمالك والثاني الأهلي التالت مين؟ اعتبره هو فيوتشر بيرامد اه بيرامد قصدي اعتبر الرابع بقى كان لازم يبتدي بالعكس بقى تاخد بالترتيب بتاع السنة الفاتة الرابع تروح يبقى ممكن فيه فرق ما كانتش موجودة السنة الفاتة زي فيوتر وفارقه دول اللي تعمل عليهم قرأ بالطلتة دول ما يكونش استند في الميزان الفني للفترة اللي فاتت للسابع أسابيع اللي تلعبه ترتيب الأندية لغاية السبعة ما فيش حاجة كده في الدنيا الوضع الحالي ما فيش حاجة كده هو ده المنطق الوحيد الموضوع لأنه لو راح للسنة اللي فاتت هلقي فيه فرق نزلت وفيه فرق جد أيها أستاذ أبراهيم الفرق اللي نزلت دي أيها يقابل فرق طلعت من نفس كويس في يوتشل وفرقه دول التلاتة يتعبل بينهم قرعا ما جميع يعني فاهم ازاي معالينا وعلي أقول لك حاجة ده مش معناها ان ده نقط بيه وجهات نظر نحن بنقدمها ربما إذا كانت فيها شيء من الوجهة يستفد منها للتجارب القادمة لكن أنا بحايل رابطة على أنها بتحاول تفكر بره صندوق شوي